ترأس رئيس الحكومة عز أخنوش الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وذكر بلاغون رئاسة الحكومة أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وذلك ابتداء من السادس وإلى غاية السادس عشر من أكتوبر الجاري وللمزيد حول هذه الإجراءات نتابع هذه الشاشة التفاعلية مع كوثر حمومي أهلا كوثر أهلا بكي لينا أهلا بكم مشاهدين الكرام 2500 درهم للشهر هي قيمة المساعدات الاستعجالية التي سيشرع في صرفها بتعليمات ملكية سامية لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا جاء ذلك في بلاغ لرئاسة الحكومة بعد عقد الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز المساعدات سيتم صرفها بحسب البلاغ ابتداء من السادس أكتوبر الجاري وإلى غاية السادس عشر منه ويمكن الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيها اللجنة بين الوزارية قررت أيضا إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزين تاست وتفنغولت كما ستباشر تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلى في المركبة بالمناطق المتدررة كما تقرر أيضا خلال الاجتماع التنزيل الآني وبطريقة تلقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي عبر إطلاق الدراسات المعمرية والتقنية والتي تشمل على الخصوص إعادة بناء وتأهيل أكثر من ألف مدرسة وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة وبهدف تتبعي وتمويل هذه المشاريع التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف تقرر فتح اعتمادات بقيمة مليارين وخمسمائة مليون درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها الاجتماع أكد من خلاله أعضاء اللجنة أن الحكومة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية باشرت تنزيل المشاريع الاستعجالية كما دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مختلف القطاعات المعنية إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج البرنامج الذي سيمكن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار وسيشكل أيضا قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتدررة من هذه الكارثة الطبيعية إلى اللقاء